تم تشيد هذه المدرسة الابتدائية منذ أزيد من عشرين سنة لصالح تجمع دار السلام السكني الذي يضم العديد من القرى التابعة لمقاطعة الكصيبة وقد تم بناء هذه المدرسة وفق معايير فنية خاصة تتلاءم مع وضعية مناخ هذه المنطقة يوميات المدرسة الجمهورية تبدأ برفع العلم الوطني وأداء النشيد الوطني تكريسا لروح الانتماء والمواطنة لدى التلاميذ لتبدأ الدروس اليومية وسط حضور مكتمل من طواقم التدريس التي تحرص على اكتمال تقديم المناهج وفق الفترة الزمنية المحددة هذه المدرسة الجمهورية هي هذه السنة أعطت دفعا وعطت أملا جديدا في المدرسة حيث وفروا الكتاب المدرسي للسنتين الأولى والثانية لأن لا يوجد في المدرسة أي تلميذ إلا ويوجد لديه كتاب كتب اللازمة له هناك مبادرة من الأباء إن شاء الله في القريب العاجل يريد أن تغطينا إن شاء الله زي المدرسي يغطي بالمدرسة إن شاء الله وتواتب رابطة أباء تلاميذ على مستوى تجمع معدار السلام متابعة مقرارات المدرسة الجمهورية وانتظام سيدروسي مع الحفاظ على نظافة الوسط المدرسي دورنا اللام وعملاتنا مع المعلمين دانا نشوها دائما نتفقد وحوالها إذن الله في هذا الحال عندنا هو الحد الحمد لله دائما إليها ما شاء الله ما نشكر ليش مساء العاد إليها تبارك الله ينظغها والله إذا الزي اللي عدلت دولة الاتحاد اللي زين عندنا حتى وخلال العام الثاني من المدرسة الجمهورية تواصل المؤسسات التعليمية في ولاية كورغول تقيم الدروس بشكل منتظم بمتابعة من السلطات الإدارية والإدارة الجهوية للتهذيب من أجل الرفع من مستويات التلاميذ وتعزيز نسب النجاح في المسابقات الوطنية لقناة الموريتانية معاد عبداوة قرية دار السلام ولاية كورغول ترجمة نانسي قنقر